خور المكلة بعد ان كان رؤية تحول الى واقع تجذبك مشاهدة تصاميمه صوب بحر العرب الداف واصبح القبلة الاولى للسياح والزائرين والمتنفس الاكثر ارتيادا لسكان مدينة المكلة فعلى رحابه يجد الزائر فيه حلما بات بالنسبة لسكان شريان حياة نقل المدينة من بؤرة وبائية عازلة الى شعلة حياة وحركات بشرية لا تكاد تتوقف يقع خور المكلة في قلب محافظة حضرموت بمدينة المكلة ويمتد طوله لقرابة 1500 متر وبعرض 95 متر ويرتبد مباشرة ببحر العرب في بيئة ساحلية بديعة حيث اطلالة لا يحدها افق صوب الشواطئ الذهبية الساحرة مشروع يترام البعد على امتداد ظفتي الذي احيى مدينة المكلة بجمالها الطبيعي وهواء شواطئها النقية الفريدة وبعد ان تحقق هذا المشروع شهدت مدينة المكلة ولادة حياة انعشتها ونقلتها من وحشة العزلة الى دينامية التواصل السكاني على المستوى المحلي والاقليمي وعلى ظفتي الخور تنتشر المنتزهات لتشكل لوحة جميلة تغازلها همسة الحب حظي خور المكلة باهتمام القيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح وتوجيهاته الاستثنائية لانجاز هذا المشروع التجاري والاستثماري الكبير وفي العام الفين وخمسة افتتح رئيس الجمهورية الجزء الاول من الخور واحتضنت حضر موت فعاليات مهرجانات في ليلة مشهودة تدفقت خلالها المياه الى الخور بحضور رسمي وشعبي واسع جعل السكان من خور المكلة متنفسا لهم يقصدونه للسياحة والاستجمام حيث يتضمن اماكن للتسليه ويتميز بضابع سياحي خاص تحول الى محطة استثمارية كبيرة تجذب المستثمرين والسياح كما ان رقي اهل المدينة وتحضرهم كان اهم العوامل التي مكنت الخور من البروز سياحيا وثقافيا وبات بالنسبة للكثيرين اهم مقاصدهم التي يروحون بها عن انفسهم ويقضون فيها امتع الاوقات